قررت أن تتخر من طرف الحكومة إلا أن لها نتائجها هاي النتائج وإحنا الحمد لله بلد يصدر والحد الآن أخر الأرقام في 11 شهر لـ 2022 صدرنا تقريباً لـ 37 بلد لحوالي 2 مليون دولار إذن متابعينا الكلام كما استمعتم في هذا التصريح المضحك والكاريتي والمهزلة من وزير التجارة الجزائري الذي دائماً ما يخرج في تصريحات مضحكة لكن هذه المرة متابعينا الكرام تصريح مهزلة أكثر من سابقه فكما استمعتم هو صرح وقال على أن حضارة الجزائر دولة النفط والغاز صدرت خالج النفط والغاز ما مقداره جوج مليون دولار لـ 37 دولة هو بطبيعة الحال أراد أن يضحك على البصبعيين بهذه القضية لأننا صدرنا لـ 37 دولة والمقدار الذي صدره خلال 11 شهر كما قال هو يعني تقريباً عام سنة واحدة هو الجوج مليون دولار الجوج مليون دولار صدرها لـ 37 دولة الآن متابعينا الكرام بشتوفوا الفاضحة سنقوم بشتوفوا هذه الجوج مليون دولار سنقسمها على هذه الـ 37 دولة سنرى حال حضارة الجزائر صدرت لـ 37 دولة طبعاً الحالي لكن هذا الكلام صحيح سنقوم بعملية حسابية على الحاسبة سنقوم بشتوفوا جوج مليون دولار سنقسمها على 37 دولة انظروا يا أبنظ الله ما جاءت 54 ألف دولار وفرحانين 54 ألف دولار الناس كانت صدر مئات الملايين دولار المليارات دولار هذو فرحانين انهم صدروا 54 ألف دولار لدولة لكل دولة جوج مليون دولار لـ 37 دولة خلال السنة عام عباد الله صدروا 50 ألف دولار وفرحانين انهم صدروا 54 ألف دولار اشنو صدروا فيها سنقوم بتصدروا فيها الفراقش للتجاج لـ فيتنام او لا اعرف ماذا الأمور المضحكة لديهم لأنهم أصلاً لا فلاحة لا زراعة لا اقتصاد مبني على صناعة لا شيء لديهم فقط نفط الغاز ووزير السجارة لأنهم صدروا 37 دولة خلال السنة و القيمة هي 54 ألف دولار المغرب يصدر جوج مليون دولار في النهار عباد الله في النهار غير احد القطاعات الفلاحية جوج مليون دولار في النهار ثم فرحاني صدرتوا 37 بلد في سنة خلال السنة لقيمة هي 54 ألف دولار في السنة للدولة لهذه الدولة من نهار 37 دولة لا حول ولا قواتي لا بالله متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة